أنقذوني أنقذوني دررررر ما بالك أيها المواطن الشقي؟ لماذا تمضيه على درمان؟ لقد دخلت على الأبستور ووجدت نفسي في هذه القمامة لا تخاف أيها المواطن اليوم سوف أنقذك من هذه الزبالة وسوف أخبرك عن عالم جديد عالم مليء من ألعاب الموبايل الرائعة عالم سوف يسطر به خمسة ألعاب موبايل أسطورية وأخيرا ليغيروا منظر القارة وهذا القرف شكرا يا درمان أنت فعلا يا را Cruz دررراء عالم الألعاب كان دايما فيه شيء في الزبالة عالم ألعاب الموبايل هو عالم مظلوم من شركات هدفها الوحيد هو الإنقضاد على هالمكانة الجديدة وحلب أي مصاري يمكن يتلعلون منه بس مع تطور الموبايل وتطور شركات الألعاب عالم الموبايل ما بقي عليه وقت طويل اليصير يقدر يتنافس مع عالم الكونسولات وحتى عالم الكمبيوترات أكيد مش من ناحية جودة الألعاب البصرية بس على الأقل من ناحية قيمة الألعاب المعروضة عليه وأيضا شعبيتهم سنة 2023 هي السنة الموعودة لعالم الموبايل السنة يللي انعلن فيها عن إصدار خمس ألعاب من خمس استوديويات ضخمة من أعلى جودة وببلاش ورح يحاولوا من خلالهم يغيروا كيف نتعاطى مع هالمكنا واليوم رح خبركم عنهم كلهم هنا بجميع معكم دراد واليوم رح نحكي عن ألعاب الموبايل الألعاب رح نحكي عننا اليوم خمسة فيهم يتحولوا ليصيروا رياضات إلكترونية وللعالم العربي هو لهن المنقذين لعالم الإي سبورتز تبعنا برات الخليج مبق حدا معهم مصار ليجيب بي سيمة العالم والناس ليقدر يتنافس هيدا الواقع العايشين فيه وكمنظم بطولات أسطورة بعالم الألعاب صار لـ 12 سنة بنبش على الفرج على الموضوع يللي رحوا أخيرا يوحد العالم العربي من خلال الرياضات الإلكترونية CSGO كانت أول نفس بياخده من هالجو وقدرت إجمع العالم العربي تحت سقفة بس CSGO ضعفت وماتت بالعالم العربي على القليلة CSGO رح تصدر قريبا بس لما كانت تصدريت ما بقى حتى عندنا كهرباء بصورية بلدنان وعيرات فاضطريت انسى موضوع ألعاب الكمبيوتر وبدأ أعمل بحثاتي لحد ما لقيت الفرج PUBG Mobile كانت أول لمسة بهالعالم الجديد عالم إي سبورتز على الموبايل بس PUBG Mobile بالنسبة إلي أو أي لعبة بتل رويال تانية منا حتى إي سبورت لأنه يدخل فيها بشكل كتير كبير عامل الحظ يدخل فيها لدرجة اللعابة قبل ما تبلش البطولة يقولوا للعالم وين رح ينزلوا لما حدا ينزل معهم صار في اتفاق غير معلن بين الفرق أنه كل واحد قبل ما تبلش البطولة ينقى وين ينزل ليقللوا عامل الحظ شو هال إي سبورت اللي بدأ اتفاقات تحت الطاولة ومضطر منظم البطولات أنه يسكت لأنه بيعرف هو كمان أنه عامل الحظ منه شي صحي لللعب فعضينا على الجرح عملنا كم بطولة فيها وكملنا بس خلص خلصوا أيام أنه نتحمل هالقهر والتعتير والثلاثة من الخمس ألعاب اللي سأعرض لكم إياها أكيد رح يصيروا إي سبورت ومنبلش بأول وحدة رينبو سيكس موبايل أهلا وسهلا فيكم بعالم رينبو سيكس سيج على الموبايل لعبة رينبو سيكس سيج هي أهم لعبة شوتر استراتيجية موجودة حاليا ما فيني سميها FPS منى لعبة مثل CSGO أو VALORANT بتستعمل قدراتك لتحصل على أفضلية بمواجهة مباشرة مع عدوك لتأوصل لا رينبو سيكس سيج هي لعبة اقتحام انت صوات بدك تفوت على مجموعة إرهيبية مخبيين بقلب قوض مختلفة وهالقوض بيقدروا يعززون بحيطان يحطولك فخوخ وهن عند القدرات كمان تسمحلن أن يقرفوك عيشتك لتفوت بس لا يقدر يفوتوا للصوات كمان عندهم القدرات من درونز بتفتح كاميرات من الإدراع على النبط على الحبال من السطح وخرق المبنى من حط الإدراع على تكسير بعض الحيطان وبعض القوض الموجودة بها المنطقة حقك ضربان بس حدا شوفك بأوسك ضربان وين ما قوسك انت ميت منك عايز قدرات عالية بالقواس بدك قدرات عالية استراتيجية لتقدر تفوز وهالشي بيخليها لعبة مثالية للموبايل بالنسبة إلي الموبايل منه أحسن إلي للقواس دايما رح يضلوا الماوس والكيبورد هو الأداء بالتنشين شوفنا ألعاب الموبايل عم بيعينهم من السيميليترز العالم اللي تقعد على البي سي وبتفوت تلعب ضدهم واتدعوسهم وأي لعبة فيها كروس بلاتفورم من كونسول وبي سي إذا فيها قواس رح تشوف لعبة الكنسول عم يبكوا بس راينبو سيكس سيج ما رح تعيني من هالموضوع لأنه إذا عم تلعبها صح رح تكون أصلا منشن مترح ما رح يجي عدوك وإذا عدوك عم بلعبها صح رح يلاقي منفذ ليفوت عليك بلا ما تنتبه له ويأوسك بقى فراسك اللعبة فعلا رائعة وأنا كتير محمسة لتنزل على الموبايل لأنه إذا قدرت جمعة شعبية كبيرة عندها الفرصة تصير وأخيرا واحدة من أكبر الإي سبورتس بالعالم العربي خاصة أنه الفيديو ويوبيسوفت فرجوا اهتمام كبير بإقامة دورات بهاللعبة على البي سي ما نجحيت لأنه بكل بساطة مش قادرين بقى نلعب إلا على الموبايل فهيدا النفس الجديد هو النفس المعقول تحتاجه ويرجعوا يولعوا البطلات ونرجع نسمع صوت لجند بلعب بطلات سيكون الدرويكس يعم بلعب على مهارته جبله كل اثنين على واحد بسرعة كثير كثير ثاني لعبة أسطورية صادرة على الموبايل هالسنة ما رح تصير إي سبورت أو يمكن تصير إي سبورت لأنه علعاب الارتس هن بلشوا الإي سبورتس بس بشكل العالم العربي اللي احنا اعتمدها وعم بحكي عن Age of Empires Mobile هيد المشهد هو كل شيء عطونا يا شركة مايكروسوفت من لعبتهم الجديدة القادمة على الموبايل بالألفين وثلاثة وعشرين بس ما رضيت إقبل بس بها الأدية بدي أعرف أكتر اللي أخبركم أكتر ولقيت لعبة Age of Empires Mobile صادرة بالصين من سنة وما حدا حكي عنها فيمكن ما يكون نفس العنفرجيكم إيه هو متحقق باللعب اللي رح نتوقع عنها بس ما بعرف ليه معقول ما تكون لما يعرف شو هي هاللعب بالأساس على البيسي هي لعبة تعمير مملكة والجيوش وهجوم على الأعداء من خلال التحكم بهالجيوش هلأ مشكلة هاللعبة الأساسية إنه بدك 6000 فأس لتتحكم بجيوشك وحسب الشفته باللعبة بعد عندك 6000 فرقة تتحكم فيها فمعقول لأولى حلية بلك بكبسات على الشاشة قدامك أو معقول هيدا كله هياط وبلا طعمي ولح تطلع لعبة Age of Empires مثل Rise of Kingdoms بلا طعمي متفهموني غلط؟ مش عاطل Rise of Kingdoms بس منا Age of Empires البدنيةها يبقى ننطر من إخواتنا مايكروسوفت اللي يخبرونا أكتر عن شو ممكن نتوقع منا بس لهلأ أنا محمسها وعيني عليها ولو شو ما نزلت بالنهاية هيدا ستوديو ضخم عم بيعملها رح تكون من أعلى طراز وتفشخنا فشخة صغيرة برات المزبلة يلي اسمها عالم ألعاب الموبايل وبنصحكم انتو كمان تفشخوا معا فشغة صغيرة برات عالم المتابعين العادية وتفوتوا على عالم الممبرز بكل الطبقات الجولد الدايمند بلاك وبلاتينو وكمان دير بلات جديد للحلقة التانية على التوالي بيكون عندنا دير بلات جديد شكرا كتير ياسر على هالدعم أنا زاكر ياسر كمان ببلاتينوم بالبيتريون ورجع ليسترد اللقاب طبعه من خلال كبسة تتجوين حد السبسكرايب إذا حبّين تشتركوا انتو كمان لتكونوا موجودين على البثوث المخصصة للأعضاء كل أسبوع فيكم تشتركوا من خلال الكبسة لإشتراك بدولار وبيساعد كتير باقي الطبقات ما قالوا الميزات أكتر من الدولار فما تعتلوها موجودين بس كلماء العالم مثل ياسر وبيان يلي حبّين يعطو زيادة لخيكون ديرويكس وأكيدة بشكرهم من كل قلبي على هالمحب وأكيد سوبر ثانكز للسوبر ثانكرز دايما رائعين ودايما موجودين لتولعوا التعليقات نصل لتلعبة بهاليستال اللعبة كمان رح تصير إي سبورت أكيدة ولو كانت باتل رويال لأنه من خلال نسخة منها حلوا كل المشاكل الحظ الموجودة بلاعبة باتل رويال إلا مشكلة حظ وحدة أنه بنهار البطولة تبعك أنت وستراتيجيتك كلها مبنية على الطيارات يقرروا أنه اليوم في هالوين وصارنا بالليل وبطل في طيارات وتنكب برّه بالبطولة أنت وفريقك إيه صارت معي وإيه بعدني معصب كنا ربحنا البطولة يا اكتيفيجن شو هالهالوين نايت عاد عنهارنا إن شاء الله يستروكوا لمايكروسوفت ويكيبوكم بالذبالي بغض النظر عن هالنقطة بلعبة Call of Duty Warzone ما أنك مضطر أنك تعارك أو تجمع أسلحة على الأرض الأسلحة موجودين لأول كم عراق وعندك الإدراء أنك تهرب وتزمط منهم وتنطر للـ Loadout لتنزل لتساعدك وتساعد فريقك وأكيد للـ Loadout وبتنزل بس بجديدة اللـ Loadout عم تنزل بين فريقين ليتعاركوا عليها ولكن على القليل بتعرف أين المعركة راح تصير وبتعرف ماذا يريدك تعمل قبل بوقت غير إنه إذا متت أصحابك فيهم يشتروك وغير إنه إذا متت راح تنكب بالجولة الآن في Warzone 1 كان عامل الحظ أقل من Warzone 2 لأنه كمان بالجولة كان واحد عا واحد في Warzone 2 صارت بين فريقين نين ضد اثنين ويتلع لك شخص تتقاتل معه وما بتعرفه فالشي زعجني للصراحة ملعبت أدوان فعن بتمنى بـ Call of Duty Warzone Mobile يشيله كل عوامل للحظ لحطوه لفعلا تكون لعبة ينقل عنا إي سبورت بكل معنى الكلمة وتسمح للفرق أن تتنافس على ساحة معركة عادلة مثل قبل العاب اللي حكيت عنا اليوم كلها جاهزة للـ Pre-Register يعني يفوتوا هلا على ستور طبعكم كتبوا Rainbow Six Mobile أو Age of Empires Mobile أو Call of Duty Warzone Mobile وسجلوا لتقدروا تلعبوها قبل غير كون لتحصلوا على الأفضلية بهالعالم الجديد اللي راح ينفجر على الموبايل في 2023 بس بما أنه زهقنا من الألعاب البتل الرويال راح أنتقل بسرعة على اللعبة اللي بعد اللعبة ما راح تصير إي سبورت بس لعبة اللح تدفوش عالم الألعاب الموبايل ميتفاش خلق الدم وعن بحكي عن Path of Exile Mobile من ثلاث سنين Studio Grinding Gears علن عن رغبته بأنه يحول لعبة Path of Exile مثل ما هي من كومبيوتر لموبايل ما بدون يشيروا مننا أي شيء للعبة وللما بيعرف Path of Exile هي حالياً أقوى لعبة أكشن RPG موجودة تتذكروا حكينا عن Diablo 4 إنه جاي قريباً وعندك فرصة ترجع للقمة ترجع للقمة لأن القمة حالياً متاخدة من Path of Exile وبجدارة العالم كانت تتقارن Diablo 3 بـ Diablo 2 حالياً عم بقارنه Diablo 4 بـ Path of Exile ليشوفوا إذا صارت الأحسن أو لا وبإنه نوعدين يحولوها مثل ما هي على الموبايل يعني فيكن تتوقعوا أكتر لعبة عميئة فيها بناء للشخصيات مفصلين فيها عراكات أسطولية وقصة حلوية راح تسير بين إيديكن لتغرقوا فيها التغيير الوحيد اللي قرروا يعملوه شبيب Path of Exile هو إنه العالم ما بتحب تلعب على الموبايل لوقت طويل فروح يبنوا اللعبة ع أساس عم تلعب على وقت أقل يعني راح تتطور أسرع ويكون التقدم فيها أسلس وما بده عجن قد قبل وبعرف إذا هاشي راح يتراجعوا عنه بعد ثلاث سنين تطوير لأنه بها ثلاث سنين شفنا لعبة الموبايل على بوب جي موبايل ما بيقوموا عنا فكتير معقول خلص سين سخوة متل ما هي كوبي بيست غير إنه منشفنا بها ثلاث سنين هو إنه شكلك كتير بيسطيل القدرات كلها محافظين عليها وعندك ثمان قدرات كل شي موجود على الشاشة قدامك ما بعرف قدر راح تمشي على كل الموبايل بس يمكن هيدل عم ياخد معن وقت لا يحققوه كل ما يطولوا أكتر لا ينزلوا كل ما يكونوا قويوا الموبايلات أكتر كل ما تطوروا الأنظمة تبعهم أكتر لا يمشوا على أجهزة أضعف وهيكي بس تصدر راح يكون عندها فرصة ما فيه مثل المثيل لتكون واحدة من أجمل الألعاب اللي راح تصدر على الموبايل كمان وعدين إنه اللعبة ببلاش ومراح يكون في دفع لتربح إلا الدفع راح يجي لي حسين المظهر يعني حرفياً اللعبة رائعة من كل النواحي وأنا كتير محمصها بقى ننطر ليونيو لنعرف أكتر عنا لأنه وعدين هالسنة يفضحوا كل وراءهم وحتى معقول إنه ينزلوها ومنوصل لأخر اللعبة أسطورية اللي أكيد راح تصدر على الموبايل بس مش أكيد إنه راح تصدر على 2023 لأنه فيه إشاعات عم بتقول إنه تأجلي بس مش يعني ما راح نتحمس لها عم بحكي عن لعبة فالورينت موبايل إذا فيه شركة قدرت اكتسب تقلب عالم لألعاب كله بكل إصداراتها وحولت حتى أكبر كارهين لألة لمحبين ومحترمين لألة هتكون شركة رايوت جيمز وكمان إذا فيه شركة بتعرف تعمل إي سبورت بأهم بطولات من عملوا بتاريخ عالم إي سبورت بيعبوا ستيديوم بيورعوها شوية روعة حيكونوا رايوت جيمز وإذا فيه لعبة شوتر قدرت تكتسح تساحة مليانة ألعاب شوترز وبتل ريالات بلعبة شوتر لو بتشبه غيرها بس إلا نكتال خاصة هتكون لعبة فالورينت من رايوت جيمز وإذا فيه أمل لعب لألعاب الموبايل إنه يصير عالم محترم سيكون كمان من رايوت جيمز فالورينت موبايل انعلن عندها من أكتر من سنة ونص ورايوت جيمز من وقته إلى هلأ عم بيبنوا لعبة فالورينت لتصير وحدة من أهم ألعاب الشوترز سيصدروا على هالم مكنة فيكن تفهموا حماسة كمنظم بطولات بالعالم العربي وكجيمير بالعالم العربي وكشخص شايف وجع اللاعب بالعالم العربي اللي مش قادرين بقى يحصلوا على لعبة حلوة من وراء ظروف ثم يجي الموضول على لعبة فالورينت موبايل اللي بالنسبة إلي إذا فش له رايبو سيكس سيج إذا فش له كالوف ديوتي وارزون ستبقى هي أخر أمل لعالم الألعاب وعالم الإي سبورتس بالعالم العربي شخصياً سوف أفقد الأمل وأحسن عندنا لأقدر أرجع حي الإي سبورتس بالعالم العربي أو بمنطقتنا على القليلة سوف أكبر كل شي عندي لأعمل بطولات فيها إذا كانت تخرج لما بيعرف فالورينت فالورينت هي لعبة فرست برسن شوتر مع أدرات الأدرات المعمولة باللعبة في منهم بيعملوا ريئات إصابة عالية لكن أغلبهم معمولة ليعطوك أفضلية بالتمركز لتقدر تحصل على إيتال واحد على واحد عندك أفضلية فيه يعني الهدف من الأدرات ليس تكبهم فرد محل وتمحي الفريق اللي بوجهك الهدف أن تستعملهم تكتيكياً يأخذين أجمل نقاط من رينبو سيكس سيج أجمل نقاط من سي اس جو أجمل نقاط من أوفرواتش وجمعينهم بهيرو شوتر ترضي الجميع فبتمنى لهم كل التوفيق بهالإصدار قابلوني إنتو شو رأيكم بهالليستة؟ هل برأي يكون فيه ألعاب أحسن لح تصدر وما ذكرتها؟ ولا تساعدوني؟ برأي يكون أي ألعاب فين نحاولون إي سبورت بالعالم العربي حالياً بشكل ناجح على كل حال كمعاكم درد إن شاء الله تكونوا بسلطوا بالحلقة اليوم تويت تويتش انستغرام ودي اسكورت اشتركوا بحاجة